اهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس 60 دقيقة فوتوشوب في هذه المحاضرة راح نتعلم كيفية عمل الإضاءة الواقعية و راح تكون طبعا بمنظور فيكتوري مثل ما تلاهظون الصورة كانت هكذا و اصبحت بهذه الطريقة بالإضاءة الواقعية حتى نعمل هذا التصميم الفني نفتح هذه الصورة اللي هي الصورة الاصلية نضيف صورة لايك الخاص بالإستجرام طبعا من فايل بلايس و ممتاز راح نكبرها و نخليها مثلا بهذه القيمة و ممكن تكون بمنتصف الشعر و طبعا ممكن تصغر شوية الآن يجب أن ننتبه أن الصورة لابد أن تكون سمارت أوبجكت لو في حال ما كانت سمارت أوبجكت نضغط كليك ايمن و نختار كونفيرت تو سمارت أوبجكت الآن راح نستنسخ هذه الصورة طبعا نكليك ايمن و نختار دبلكيت لييرز جيد الصورة المستنسخة نعمل لها فيلتر بلور من بلور قاسينج بلور و نخلي قيمة معينة و ليكون مثلا خمسة اوكي نحول الصورة المستنسخة إلى المود سكرين ضروري أنه نحولها سكرين حتى يتفاعل و يتحول إلى إضاءة نختار سكرين ممتاز نستنسخ الطبقة الأخيرة أيضا دبلكيت لييرز و طبعا نعمل فلتر بلور قاسينج بلور إلى قيمة كبيرة و لتكون مئة و خمسين مثلا و من ثم أوكي نستنسخ الطبقة اللي عملنا لها بلور الأخيرة أيضا نكليك ايمن دبلكيت لييرز بهذه الطريقة جيد الآن راح نحدد كل الطبقات طبعا طبقات اللايك أقصد و نضغط على كونترول جي حتى يتحول إلى جروب مثل منلاحظ أن الصورة هكذا كانت و هكذا أصبحت الصورة الأصلية راح نستنسخها كليك ايمن و دبلكيت لييرز الصورة المستنسخة راح نحولها إلى سمارت أوبجيكت نكونفيرت سمارت أوبجيكت حتى نضيف إلى إضاءة حتى نضيف الإضاءة نجي على فلتر ريندر و من ثم لايتينج إفكت نغير البريسيت من كوستم إلى فلاش لايت ممتاز نخلي اللايت في مركز الوجه طبعا في منطقة الأنف و نخلي الماوس يم الدائرة الخضراء بحيث تكون باللون الأصفر و نسحب مثلا تكون بهذا الشكل بهذه القيمة و من ثم أوكي نقلل الأوبستي حتى تكون الإضاءة أخف مثلا ممكن تكون 80 ممتاز ممتاز الآن راح نزيد شوية بالعتمة من خلال نضيف Adjustment Layers و من ثم Brightness and Contrast راح نقلل Brightness إلى اليسار والContrast إلى اليمين بهذه الطريقة أوكي الآن راح نضيف الإضاءة باللون الأحمر من خلال Adjustment Layers و طبعا راح نجي إلى Hue Saturation نضغط على الخيار Colorize حتى يتحول إلى لون أحمر نزيد بالSaturation ممكن يكون 70 جيد الآن راح نحول الإضاءة إلى هذه المنطقة فقط من خلال أنه نضغط Double Click بهذه المنطقة بالمنطقة الفارغة طبعا ليس على الاسم و ليس على هذه المناطق في المنطقة الفارغة بهذه المنطقة Double Click حتى تطلع لنا خيارات Blending Mode جيد نجي إلى هذه المنطقة اللي هي Blending Option لهذه الجزء طبعا نسحب هذا الجزء إلى مثلا بهذه المنطقة الآن تتحول الإضاءة فقط بهذه المنطقة مثلا ممكن نخليها بهذا الشكل الآن حتى تصير عندنا تلاشي للإضاءة نضغط Alt و نسحب الجزء الأيمن إلى اليمين بهذه الطريقة مثلا ممكن ممتاز ممكن شوية نضيفه بهذا الشكل الآن نضغط على OK الآن حتى تصير عندنا إضاءة واقعية راح نغير Damage إلى Color ممتاز الآن راح نجي نحدد الماسك بهذه الطريقة و نجي إلى البراش و نتأكد أنه Hardness صفر ضروري أنه Hardness يكون صفر راح نزيد بالكمية بهذا الشكل و طبعا باللون الأسود نجي نرسم بهذه الطريقة بهذه المنطقة طبعا ممكن نسترجع بعض الإضاءة من خلال أنه نستبدل إلى اللون الأبيض و نضيفها بهذه المنطقة بهذا الشكل طبعا ممكن أن نقلل الأوبسيتي الخاص بالإضاءة مثلا ممكن يكون 80 ممتاز جدا طبعا ممكن أنه نقلل Brightness أيضا ممكن نخليه 80 إذا لاحظت أن الصورة هكذا كانت صورة عادية جدا و طبعا أصبحت بهذه الطريقة صورة فيكتورية و جاهزة للدعاية و الإعلان نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى